الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم معرفة يقدم في مجال الاقتصاد الكلي تحت عنوان بسيط في مجال التجارة الخارجية مضاعف التجارة الخارجية foreign trade multiplier أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبت الطلب والمتابعين حيث ما كانوا وأقدم هذا إهداء لأحبتنا المتابعين في الجزائر الغالي على قلوبنا جميعا وعلى بركة الله نبدأ مضاعف التجارة الخارجية foreign trade multiplier التجارة الخارجية أو ما تسمى foreign trade هي من سمات العصر الحديث وخاصة في اقتصاد مكتوح أو ما يسمى open economy هذه الصورة التعبيرية الآن لدينا هنا سفينة أو باخرة إما تفرغ منها البضائق أو تحمل عليها البضائق وقط في إشارة إلى ما يسمى بالتجارة الخارجية أو foreign trade البديهة التي ينطلق منها الاقتصاديون تقول بأن ارتفاع الدخل في اقتصاد ما يؤدي إلى زيادة في الإنفاق على السلع المستوردة إذن هناك علاقة مباشرة طردية موجبة بين الدخل من جهة والإنفاق على السلع المستوردة من جهة أخرى أي أن كمية وقيمة المستوردات imports اختصار حرف الأم الذي سنستخدمه حتى نهاية هذا المقطع فكمية وقيمة المستوردات imports أو أم لدولة ما يعتمد على مستوى الدخل الدخل هو ال income أو Y وطبعا تعمت أن أختار اللون الأزرق هنا واللون الأخضر وهكذا حتى الطالب والمتابع يتذكر الألوان بإذن الله فعندي أعيد الجملة المهمة أي أن كمية وقيمة المستوردات أم لدولة ما يعتمد على مستوى الدخل Y فيها فكلما ارتفعت دخل Y زادت أو زاد الإنفاق على السلع المستوردة أم شريطة بقاء العوامل المؤثر الأخرى ثابت إذا ثبتت بقية العوامل المؤثر بالصادرات ومستوردات وما شابه فيكون عندي الآن علاقة مباشرة وطردية وإيجابية بين مستوى الدخل ومستوى المستوردات يمكننا التصور علاقة الرياضياتية الإقترانية أي على شكل دالة function رياضياتي كما يأتي عندي الآن M imports أو المستوردات هي دالة في الدخل دالة في ال income بمعنى آخر الآن المستوردات تعتمد على مستوى الدخل بعلاقة دالية اقترانية والعلاقة طردية إيجابية بينهما التمثيل بياني المحور الأفق الآن نرمز إلى مستوى الدخل عندي على المحور العمودي كمية المستوردات أو قيمتها وهذه دالة المستوردات دالة المستوردات M is a function of Y M تعتمد على Y بطريقة دالية أو اقترانية فهذه دالة الاستيراد أو دالة المستوردات استيراد أو مستوردات المعنى نفسه في اللغة العربية فالآن عندي الآن يعني هذا الرسم البياني حتى لو كان مستوى الدخل هنا صفر فهناك ثمت مستوردات هذه الآن الفرق بين الصفر وهذه القيمة قيمة موجبة طبعا هي إما اقتراض من قبل الدولة حتى تستورد أو أنه تراكم سامق من قيم مستوردة فأي تحرك في الدخل زيادة أو نقصان هنا تغير أفقي معنى آخر بأن الدخل تغير أي تغير زيادة أو نقصان يؤدي إلى تغير في قيمة المستوردات وكمية ربعا فالتغير الأفقي أدى إلى تغير عمودي هذا الآن دالة Y وهو تغير في الدخل وهنا دالة M وهو تغير في المستوردات قسمة الآن حاصل قسمة دالة M عدلتا Y يعطينا شيء اسمه marginal propensity to import الميل الحدي لاستيراد small M طبعا تساوي دالتا M الكبيرة نقسم على دالتا Y هذه تسمى باللغة العربية الميل الحدي لاستيراد شو ما المقصود بالميل الحدي لاستيراد هو التغير الحاصل في قيمة أو حجم المستوردات عندما يتغير الدخل بوحدة واحدة دينار دولار جنيه يورو مهما كان فالميل الحدي لاستيراد هو التغير الحاصل التغير الحاصل في قيمة أو حجم المستوردات عندما يتغير الدخل هذا التغير فيه بوحدة واحدة دينار أو دولار هناك مفهوم آخر يسمى متوسط الميل الاستيراد average propensity to import AVM يساوي حاصل قسمة M فقط قيمتها في أي لحظة مقسم على طبعا قيمة الدخل في أي لحظة في أي لحظة وبالتالي هنا تغير على تغير لكن هنا قيمة على قيمة نكمل مثال لنفترض بأن دخل لبلد ما كان Y الآن الدخل افترضنا في الحالة الأولى Y يساوي 100 وحدة 100 مليون 100 مليار 100 تريليون مهما كان وكانت بناء على هذا الدخل قيمة مستوردات هذا الاقتصاد أو هذا البدد أم يساوي 20 بمعنى آخر عندما كان مستوى الدخل 100 كانت قيمة مستوردات يساوي 20 ارتفع هذا الدخل هذا الدخل Y يساوي 100 ارتفع إلى ليصبح إلى Y تساوي 150 فارتفعت قيمة مستوردات هذا البلد لتصبح أم تساوي 45 بناء على ذلك يكون الآن أم اللي هي ميل الحدي للاستيراد the marginal propensity to import تساوي حاصل قسمة التغير في الimport اللي هي المستوردات مقسم على التغير في Y وتساوي طبعا هنا 45 40 مطروح منها 20 هنا مقسم على 150 مطروح منها 100 فبكوا بالحالة 25 على 50 ويساوي 50 بمعنى آخر زالت المستوردات بمقدار 50% عندما ارتفع الدخل من 100 إلى 150 هذا اللي هو الميل الحدي للاستيراد الآن قيمة الميل الحدي للاستيراد 50% ما يعني بأن زيادة الدخل بمقدار دينار مثلا تؤدي إلى عفوا هنا خطأ طبعي إلى ارتفاع قيمة المستوردات بمقدار نصف دينار إذن الدينار زيادة في الدخل يؤدي إلى زيادة قيمة المستوردات بمقدار نصف دينار تمثل ادخارات saving S في اقتصاد مغلق تسربات بمعنى آخر عندما يعني يتحقق دخل معين في اقتصاد ما فأن الادخارات التي تقوم بها المؤسسات والأفراد والجماعات تعتبر تسرب لأنه لم يتم انفاقها أما الاستثمارات investment I اختصارها فهي حقل معنى injection أو تعويض عما تسرب على شكل الدخارات بمعنى آخر الآن هذا المنظر أو هذه الصورة التعبيرية والذي هنا الدخل الوطني الدخل الوطني عندما تحقق تسرب منه الدخارات إذا ذهبت وساوت الاستثمارات هذه الاستثمارات ستعود على شكل انفاق استثماري ويعود إلى الدخل الوطني فهنا بالحالة هاي بنفترض على أنه في حالة التوازن واقتصاد مغلق S تساوي I قيمة المستورداء عفوا قيمة الادخارات تساوي قيمة الاستثمارات بالكيفية ذاتها بنفس هذه الكيفية تشكل المستوردات M تسريبات من الدخل الوطني بعنا آخر عندما نستورد نستورد الجزائر أو الأردن أو مصر استوردت من الملايات المتحدة أو استوردت من فرنسا هذا ذهب من الدخل الوطني إلى الدولة التي تستورد منها لكن الصادرات مقابل ذلك export اقتصارها X تعتبر تعويضات عما ذهب من الدخل على المستوردات حقا ولو بقيمة مختلفة أو بقيمة مختلفة أقل أو أكثر طبعا في اقتصاد مفتوح تكون في طبعا إذا في حالة تواجن اللهم بتكون S زائد M الادخارات زائد المستوردات إذا كان في إدتواجن واقتصاد مفتوح بالساوي الاستثمارات زائد الصادرات لاحظوا للآن هذا التسريبات هنا وهنا الحكم هذا عوض عن هذا هذا عوض عن هذا هذه التسريبات الآن أتت على شكل حقا اللي هي S مقابل I و M مقابل X نكمل نعيد كتابة حالة التوازن في الدخل الوطني كما يأتي الآن S زائد M تساوي I زائد X في حالة التوازن أي تغير هنا في حالة التوازن أي تغير في الطرف الأيسر ينعكس على الطرف الأيمن أي أن دلتا S هنا تغير في S زائد التغير في M في الإمبورز تساوي التغير في I اللي هو التغير في الاستثمارات زائد التغير في الصادرات إذن دلتا S زائد دلتا M تساوي دلتا I زائد دلتا X هذا الآن التغير في التسريبات وهنا التغير في مقدار الحقل في مقدار الحقل حيث الآن دلتا S هذه التغير تساوي حاصل ضرب الميل الحدي للإدخار MPS The Margin of Constitucion مضروب في التغير في الدخل وهو الميل الحدي للإدخار هذا الميل الحدي للإدخار مضروب في التغير في الدخل وطبعا سأبين ذلك بالخلال أرقام بعد قليل نعيد كتابة اللي هي شرط التوازن دلتا S زائد دلتا M يساوي دلتا I زائد دلتا X وتعريف دلتا S اللي هي حاصل ضرب الميل الحدي للإدخار The Margin of Constitucion مضروب في التغير في الدخل بالكيفية ذاتها تكون طبعا دلتا M التغير الحاصل في قيمة المستوردات تساوي The Marginal Propensity to Import كما عرفناها MPM اللي هي الميل الحدي للإستيراد مضروب في التغير في الدخل ويساوي Small M كما عرفناها قبل القليل مضروبة في التغير في الدخل فهذا هو الميل الحدي للإستيراد M تساوي دلتا M الكبيرة على دلتا Y من المعادل هذه البسيطة نحسن بالتعويض فقط لا غير إنه الآن MPS عوضت عنها لاحظوا لي MPS هذه MPS مضروبة في Y بدل هذه و MPM مضروب في Y بدل هذه تساوي دلتا I زائد دلتا X إذن هنا حاصل ضرب الميل الحدي للإدخار مضروب في التغير في الدخل إذا أضفنا له الميل الحدي للإستيراد مضروب في التغير في الدخل يساوي التغير في الاستثمار لا للتغير في الصادرات هذا الآن هو دلتا S كما عرفناها وهنا دلتا M كما عرفناها نأخذ Y دلتا Y عفوا عامل المشتركة في الطرف الأيس المعادل للحصول على ماذا نحصل أخذنا هذا عامل المشترك فيبقى عندي داخل قوس طبعا دلتا Y مضروبة في القوس MPS زائد MPM ويساوي بالحالة دلتا I زائد دلتا X من آخر نتيجة حصلنا عليها دلتا Y مضروبة في MPS زائد MPM يساوي دلتا I زائد دلتا X لاحظوا لي أنه الآن هذا حاصل جمع الميل الحدي للإدخار مع الميل الحدي للإستيراد مضروب في التغييف الداخل يساوي التغييف للإستثمار مضاف إليه التغييف للصادرات ما يعني الآن دلتا Y لوحدها تساوي حاصل قسمة هذه القيمة على هذه القيمة اللي هي دلتا I زائد دلتا X نقسم على MPS زائد MPM لو طلعنا عامل يعني هذا إلى بس حتى نبين على أنه الآن اللي هي هذه القيمة كلها تبسى واحد على MPS طبعا واحد مقسم على MPS زائد MPM مضروبة في دلتا I زائد دلتا X أي أنه أي تغيير في استثمار I أو الصادرات لاحظة التغيير هنا أو هنا يؤدي إلى تغيير في الدخل هنا بمقدار المضاعف شو هو المضاعف؟ الآن المضاعف اللي هو فورن تريد ملتبراير يساوي واحد على MPS زائد MPM هذا هو مضاعف التجارة الخارجية لأي بلد في اقتصاد مفتوح الآن سأبين ذلك من خلال المثال أي أن واحد حاصل قسمة واحد على MPS زائد MPM هو مضاعف التجارة الخارجية أو ما يسمى فورن تريد ملتبراير ولأن MPS الميل الحدي للإدخار يساوي واحد ناقص الميل الحدي للإستهلاك فيمكن كتابة المضاعف كما يأتي FTM لو فورن تريد ملتبراير يساوي واحد على MPS زائد MPM ويساوي واحد الآن هذه MPS عوضنا عنها بهذه القيمة أبقينا على هذه القيمة هنا MPM فتساوي واحد على واحد ناقص MPC زائد M زائد M لأن M هذه السمول الزرق هاني تساوي MPM له الميل الحدي للإستيراد مثال لنفترض بأن الميل الحدي للإستهلاك في اقتصاد الماء هو MPC 0.9 هنا الميل الحدي للإستهلاك ساوي 90% معنى ذلك أنه الميل الحدي للإدخار هنا يساوي 10% لأنه MPS زائد MPC يساوي واحد صحيح وأن الميل الحدي للإستيراد هو لنفترض 15% MPM يساوي M سمول M يساوي 15% ما يعني الآن بأن foreign trade multiplier مضاعف التجارة الخارجية يساوي واحد على حاصل جمع MPS زائد MPM ويساوي واحد على 25% ويساوي أربعة ما معنى أربعة في الحالة هذه التفسير النتيجة FTM تساوي واحد على MPS زائد MPM يساوي واحد على أربعين طبعا عفونا ربع ويساوي أربعة تعني بأن زيارة الاستثمارات أو لاحظوا زيارة الاستثمارات أو الصادرات بمقدار دينار واحد يؤدي إلى زيارة الدخل التوازني بمقدار أربعة دنانية مثال لنفترض توافر البيانات الآتية عندي دالة استهلاك C تساوي عشرة زائد ثلاثة أربعة لخمس سبعين من ثم نية في الدخل الاستثمارات تساوي عشرة نفقات الحكومة تساوي عشرة الصادرات export تساوي 25 والمستوردات تساوي عشرة زائد 15% من الدخل لأنه ذكرنا بأن زيارة الدخل تؤدي إلى زيارة المستوردات لاحظوا الآن هذه دالة الاستهلاك هذه الآن الاستثمارات هذه الآن هي نفقات الحكومة هذه هي الصادرات وهذه الآن دالة المستوردات نستخدم المتساوي الكلية كما يأتي Y كما تعلمناها باقتصاد 101 مبادئ الاقتصاد الكلي Y تساوي C زائد I زائد G زائد الميزان التجاري X لقليل F تساوي 1 على MP زائد MP ويساوي 1 على 40% ويساوي 2.5 إذا الأثر كل دينار إضافي على الصادرات أو الإدقارات بيكون أثر النهاية على الدخل التوازني دينار 1.5 بالتعويض في المتساوية اللي هي متساوي Y تساوي C plus I plus G plus X minus M يكون الدخل التوازني Y كما يأتي يعني عفوا عوضنا Y تساوي C هذه C زائد I زائد G زائد X ناقص M اللي هي 10 ناقص 15% من Y بنقل كل شيء يعني مضروب في Y إلى الطرف الأيسر فبكون عندي Y مطروح منها هذه القيمة مضاف إلها لأن هون إشارة تختلف عندما نقل ها إلى الطرف الأيسر فتصبح الآن Y سالب 3 4 Y اللي هي 75% Y مضاف إلى 15% Y يساوي A اللي هي Autonomous Conception 10 زائد I زائد G زائد X minus M Autonomous لأن هذه نقلناها للطرف الأيسر نأخذ Y عامل مشترك هنا Y تصبح ستار لأن تصبح توازنية الآن مضروبة في 1 ناقص 3 4 مضاف إلى 15% تساوي حاصل جمع هذه الأشياء مطروح منها طبعا 10 فبكون 45 مقسم على هذه القيمة وبتساوي النتيجة النهاية 45 على 40% يساوي 112 أونس 112 مليون 22 مليار يعني وحدات القياس بتهمناشي المهم الدخل التوازني من الأرقام التي ذكرناها قبل قليل والبيانات تساوي 112 أونس الآن لنفترض بأن الصادرات ارتفعت من 25 إلى 35 أصبحت بمعنى آخر دلتا أكس يساوي 10 ما يعني الآن بأن الدخل التوازن الجديد سيكون كما يأتي 112 زائد مضاعف التجار الخارجي مضروب في التغير في الصادرات اللي هو 10 وتساوي 112 زائد 2 نص قيمة الـ FTM مضروب في 10 التغير ويساوي 137 نص إذا لاحظوني كيف الآن أثر الدينار هو دينارين نص فالعشرة بكور 25 تأثيرها وبالتالي ارتفع الدخل التوازني من الحال الأولى 112 نص أصبح 137 نص بعد زيارة الصادرات من 25 إلى 35 الآن افترضنا في المثال السابق بأن الضرائب تاكسس تي لم تكن موجودة يعني هو ناقص جملة أنه افترضناها غير موجودة أرجو من الطالب والمتابع أن يجرب قيمة مختلفة وأن يحاول بجهده الذاتي أن يدخل متغير الضرائب كي يتعلم كيف يصل إلى الدخل التوازني الأقرب إلى الحقيقة لأنه ليست هناك دولة بدون ضرائب وأن يتعلم ذاتيا على التمثيل البياني لأثر المتغيرات شكرا شكرا لكم على حسن متابعتكم لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم معرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء قريب بإذن الرحمن